في كلية الطب في جامعة بيتسبيرغ في الولايات المتحدة من تطوير يد ألية يتم تحكم فيها عبر قطب كهربائي يبعث لها إشارات من دماغ الإنسان وتؤدي هذه اليد سائر المهام التي تقوم بها اليد الطبيعية وتستطيع اليد الدورانة في سبعة اتجاهات جان البالغة من العمر 53 عاما والمشلولة من الرقبة إلى باقي جسمها لم تتعود أبدا على تذوق الشوكولاتة على هذا النحو الآن أصبحت قادرة على تحريك ذراع الروبوتية تتحكم فيها بواسطة عقلها لا أستطيع التوقف عن الابتسام أستطيع الآن أن أحرك الأشياء ولم أكن قادرة على ذلك منذ عشر سنوات هذه الذراع الروبوتية التي أطلق عليها الكمبيوتر العقلي تستطيع ترجمة إشارات العقل وتحويلها إلى أفعال وقد تم تطويرها بواسطة فريق بقيادة أندرس تيوارد في كلية الطب في جامعة بيتسبيرغ كنا نحاول التقاط حركات العقل الطبيعية لنجعل هذا الروبوت يطيع هذه الحركات ومن الحسن أن نرى ذلك يتحقق الآن جان فقدت قدرتها على تحريك أطرافها قبل تسع سنوات بسبب مرض جيني يقطع الصلة بين العقل والعضلات وبعد تجربة هذا الجهاز الروبوتي مع القرود زرع العلماء قطبا كهربائيا في الجانب الأيسر من دماغ جان وهو الجانب الذي يتحكم في الحركة حبست أنفاسي خلال العملية حتى خرجت من المستشفى وعندها قلنا حسنا لقد بدأت الخلايا العصبية تتحرك من جديد وقد تم توصيل القطب الكهربائي في دماغها بيد الروبوت بواسطة جهاز كومبيوتر وقد بدأت الذراع تتلقى الإشارات وتتحرك كما الأطراف السليبة وبعد أسابيع من التدريب تمكن الجان من التحكم في يد الروبوت كنت أفكر وأقول تحت وفوق وأمام الآن لا أفعل ذلك فعقلي يحدد ما أريد ويتصرف الروبوت تلقائيا العلماء في محد التهيل يقولون إنها خطوة مهمة في الإنجاز العلمي ويأملون في أن يتمكنوا قريبا من إنتاج روبوت يمكن المشلولين من المشي أما الآن فإن جان تستمتع بحريتها الجديدة وتناول الجبن والفلفل الأحمر بطريقة لم تكن تتيسر لها من قبل وأخيرا توفية أكبر موضوع